موسيقى صباح الخير ودعت بلدة الكحالي يوم أمس ابنة فادي بالجانب مأتم شعبة ووسط غضب كبير الوضع الأمني على المحاك ووسط تأكيد من بعض الكتل السياسية والكناسية أن الفتنة والحقد مرفوضين وإنما الأهم التفكير بمصلحة لبنان أولا وفقت لبنان على الصعيد الإقليمي نفذ تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش هجوم على حافلة عسكرية تابعة للنظام السوري أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 30 شخص وإصابة 11 آخرين أما على الصعيد الدولي فما زالت أزمة النيجر هي المتصدرة العنوين العريضة ببعض الصحف العالمية بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو وإضافة لجولتنا على أبرز العنوين العريضة التي اتصدرتها الصحف المحلية العربية والعالمية لليوم السبت 12 آب 2023 رح منكم باتصال هاتفي مع العميد المتقاعد عادل مشموشي طيب يعطينا تفاصيل إضافية عن المقال المنشور باسمه بجريدة اللواء إضافة لفقراتنا المعتادة البداية كما العادة بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من العام 2008 نالت حكومة الوحدة الوطنية ثقة البرلمان بمئة صوت من أصل حضور 107 إذ رفض خمس نواب أعطاء الثقة وامتنع نائبا عن التصويت كما قام النائب الرئيس حسين الحسيني بتقديم استقالته أحتجاجا على سوء الأوضاع يومها ونبدأ جولتنا والبداية مع صحيفة النهار وأبرز العنوين الاحتقانات تراكم الشكوك في حوار أيلول التقرير الجنائي أداة حاسمة لسياسات سالمة مصدر كتائبي ينفي للنهار أي اتجاه للتسلح سنناقش خريطة الطريق مع الشركاء تقرير التدقيق الجنائي ينفذ العمولات غير القانونية بقيمة 111 مليون دولار أيضا في عنوين النهار إيران قلصت مخزون اليورانيوم المخصب بنسمة 60% روسيا استهدفت طيارين أوكرانيين في طريقهم إلى الغرب للتدرب على F-16 داعش يكثف هجماته ويقتل 26 جنديا سوريا بدير الزور أيضا إلى الصفحات الداخلية في النهار نطلع على بعض مقالات العنوين لهذا اليوم وهم الرهان على صفقة أمريكا إيران بقلم روزانا بومونس ساركيس نعوم كتب انتشار الإمارات يحفظ تصالح آل نهيان وآل ثاني وآل خليفة الأسد لا يتدخل في لبنان هل رفع الغطاء عن فرنجية حتما لا بقلم سبيناويس أيضا وجد العريدي كتب بعد كوع الكحالي فرز سياسي ورئاسي واستفافات مغيرة عن السابق في هذا المقال يتحدث أو يستغرب وجد العريدي لماذا لم يصدر أي موقف عربي أو حتى دولي أجنبي عن أحداث الكحالي إذ يعتبر أن هناك شبه صمت كان عن هذا الحدث ويتحدث أيضا عن ما جرى في عين الحلوة إذ يعتبر أحداث الحلوة خطيرة ودقيقة ويتخوف من إعادة تدهور الأوضاع لسيما مع قرب الاستحقاق الرئاسي الفلسطيني وإمكانية إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمود عباس أبو مازن إلى سدة الرئاسة أم لا إذن هذه الأوضاع ويعتبر أن يجب أن تكون العيون شخصة على أمن المخيمات وأيضا يعتبر في مقاله أنه كل الأوضاع الأمنية تستوجب إعادة النظر في الحوار الذي سيجريه لودريان في أيلول المقبل واعتبر أن هذا سيغير ربما من الأجندة التي سيأتي بها لودريان إلى بيروت في أيلول المقبل أيضا بعض المقالات الكحالي محطة جديدة في مصاري الطلاق في لبنان الجيش مع تحقيق كامل في الكحالي ولطمئنان في عين الحلوة إلى صحيفة اللواء قطوع الكحالي جرس انذار وتجاوزات سلامة تحضر جلسة الخميس تحضر جلسة الخميس رسالة الكنيسة في دفن بجاني لنبذ الفتنة والأحقاد والتفكير بلبنان أولا أيضا عم نشوف بالصورة إلى جانب طبعا المأتم الشعبي في الكحالي عم نشوف صورة اللقاء إيجابي بين منصور وأسفير السعودي وليد البخاري الاحتلال يصعد اعتداءاته في الضفة شهيد في طول كرم إيكواز تدرس التدخل العسكري وموسكو تحذر إلى الصفحات الداخلية في اللواء نطلع على أبرز ما جاء في ما قال أنطوان الأسمر حراك إقليمي سيفضي إلى تغيير في المعادلات وتبدل في الأحلاف حسب يقول يتحدث أنطوان الأسمر عن الأحداث الأمنية المتنقلة ويعتبر أن هذا الواقع لا ينفي إطلاقا مخططات التلاعب بالأمن وهي جاهزة في أي لحظة ويرى أن هذه الاحتقانات الأمنية تأتي على وقع ما تحفل به المنطقة من تطورات وتغيرات جيوسياسية التي من شأنها تبديل كامل المشهد العربي والإقليمي منها التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين أيضا تسارع وتيرة الحديث عن محادثات لتطبيقات مماثلة كذلك الأمر الحديث عن استئناف سري للمحادثات النووية بين طهران وواشنطن أيضا الأعلان الإيراني عن استئناف العمل في السفارة السعودية ودفع واشنطن بمزيد من العسكر في الخليج كرسالة واضحة المعالم إلى إيران وتخييرها بين الاتفاق والتصعيد العسكري إلى ذلك تحريك الجيش الأمريكي الوضع العسكري في سوريا وإرجاء إعادة افتاح السفارة السعودية في دمشق ويعتبر أن كل هذه الوقائع تحتم تأثيرا وتغييرا في المعادلات القائمة وتفترض المسارع إلى حوار داخلي لانتخاب رئيس للجمهورية وفق معادلات موضوعية غير خشبية كما يكتب أنتوان الأسمر أيضا نبقى في اللواء وننتقل إلى ما قال العميد المتقاعد عادل مشموشي هل من عاقل يستجيب لدعواتنا قبل فوات الأوان صباح الخير أستاذ عادل صباح الخير لكل المشاهدين في المقال نشعر وكأن لديك خوف على الوضع الأمني جراء الحوادث المتنقلة الأخيرة ما مدى خطورة الوضع أم أن الأمور نوعا ما تحت السيطرة بحقيقة كل المعطيات السياسية وخاصة الأمنية اللي عم تترجع من وقت لآخر بحواليس أمنية عم بيكون فيه دائما ضلوع لبعض العناصر لحزب الله هذا يدعونا لدعوة المعنيين وخاصة المسؤولين عن الحزب والمقاومة لإعادة النظر بسلوكياتهم الداخلية والخارجية والتساؤل ليش حالة عدم الرضا أو عدم تغير تبدل المواقف أو النظرة من المقاومة من عند انطلاقة وانتصارة على العدو الإسرائيلي واليوم هذا كله مش بس للحزب الحياة هي دعوة عاملة جميع المعنيين بالسياسية الداخلية اللبنانية خاصة في ظن التحولات التولية اللي عم نشوفها للمنطقة كلها تنظر وكأنه على فوهة بركة هذه الأحداث الأمنية هي الحقيقة نتيجة وليست سبب نتيجة مثل ما قلنا لحالة الأنقسام الحد التي يشهدها البلد في أيامنا هذه من هنا أدعو المعنيين كل المعنيين وخاصة من كان لهم تجارب وتأخذوا استقوا الدروس من الحرب الأهلية اللي خاصة اللي كانوا ينخرط في هذه الحرب وبالتحديد دولة رئيس نبي برري وليد باك جنولات والدكتور صمير جعجع للتفكر ماليا بأنه هذه الأحداث كل حادث منها كثير بأنه جربنا لحرب أهلية من هنا يعني ما المطلوب أي حادث من هؤلاء ممكن يرجع يجربنا إلى حرب أهلية نعرف أن تبدأ ولكن ما نعرف أنت وكيف تنتهي دكتور عدل برأيك صار أدعو وأتمنى إلى انتخاب رئيس جامع قادر مؤهل إلى جمع الشتات اللبناني بمعنى هالشتات السياسية اللي يسمى كلنا عم نشوفه يعني صارت جماعات كل جماعة هذه الحالة وكأنه ما بيربط من رابط وطني واحد من هون العمل على آآ انتخاب رئيس حيادي قادر متملنا على لم الشمل وأنه بهذا البلد سياسيا واقتصاديا وآآ حتى ترضويا التفتط لهونيك والانتياج على كل المستوية نعم من هون نحن نحن نحكي الضمائر نتبقى من الضمائر لدى هؤلاء الجعماء بضرورة الاحتكام للضمير وانتشار الوطن من آتون يعني من آتون ما منعرف أن بودينا ما قد يأتي دكتور عدل مشموذي شكرا على هذه المداخلة ونتابع من صحيفة اللواء إلى صحيفة لوريان لجور أبرز عنوين تقرير الفارزاند مارتل يفضح مصر في لبنان في مواجهة غضب المسيحيين اختبأ حزب الله في الرمال وأيضا في العنوين قضية باربي وصمت الفنانين ومع هذه العنوين نصل لأول بريك بحلتنا ومن تبح الأتنى ومن نصل لصحيفة نداء الوطن من جيوب المدعين إلى خزائنا المصري في 76 مليار دولار كلفة هندسات سالمة فدي الكحالة إلى مثواه الأخير وولادة حاضنة شعبية ضد الممانعة طبعا عم نشوف المأتم الشعبي تصدر معظم الصفحات الأولى بصحف المحلية طبول الحرب تقرى حول النيجر وموسكو تحذر موسكو تضرب الغرب الأوكراني ومنسك تنفتح على ورسو إلى الصفحات الداخلية حزب الله في كراءة هادئة لحادثة الكحالة عرضية وانتهت ومن نداء الوطن إلى صحيفة الأخبار العنوين الأبرز في الأخبار فرنسا طاروا تسوية مع أفخاخ بأصورة من شوف المحاصصة تطفى تلفزيون لبنين إلى صحيفة الشرق في الشرق فرنجي يدعو للتهدي أمينة ديمان المرحلة خطيرة ارتفاع حصيلات قتلى حرائق هواي بايدن أصين كنبلة موقوتة وإلى صحيفة الديار وأبرز عنوين الديار لليوم السابت الاحتقان الطائفي في أوجه المطران عبدالساتر يصف حادثة الكحالة بالمأساة الوطنية حزب الأهل الديار حريصون على التعايش السلمي وبخاصة مع المسيحيين بصورة منشوف أيلول بالنفط والغاز مبلول وبكير على الصندوق أيضا في العنوين الإقليمية والدولية استشهاد عشرين عسكريا سوريا في كمين لداعش شرق دير الزور ساحة للعاج التدخل العسكري الأفريقي في النيجر في أقرب وقت ممكن ومن الديار إلى صحيفة الشرق الأوسط وأبرز عنوين قادت جيوش إكواس لبحث التدخل في النيجر زيلنسكي يتصدى لفساد التجنيد بإقالات أيضا في عنوين الشرق الأوسط مساعد البرهان دمرنا 80% من الدعم السريع إطلاق خمسة موظفين أمميين في اليمن وصفقت الرهاء أن تصير تساؤلات حول النووي ارتياح في صفوف الإخوان ولبنان منشغل بشبكة رياض سليمة ومع هذه العنوين منوصل لتين بريك بحلقتنا ترجمة نانسي قنقر ومنوصل بحلقتنا لجولة على الصحف العالمية بجولتنا صحيفة لوموند العنوين الأبرز فيها كان عن موضوع النيجر في النيجر تجمع ألاف من أنصار النظام العسكري قرب القاعدة العسكرية في نيامي إلى صحيفة لوفيغارو العثور على أربعة سياح فرنسيين فقدوا في جواتيمالا على قيد الحياة ومن لوفيغارو إلى The Guardian البريطاني قاد يحذر ترامب من أن التصريحات التحريدية قد تسرع محاكمته في أحداث انتخابات 2020 ومن The Guardian إلى The Washington Post قد يؤدي انهيار صفقة الإقرار بالذنب تجاه بايدن إلى تعقيد حملته الرئاسية أيضا بعدنا بالملف الأمريكي في صحيفة The New York Times طبعا من موضوع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالنسبة للرئيس بايدن مسؤولية سياسية قد لا تزول قريبا ومن الصحف العالمية نطلع على كاريكاتور النهار لهذا اليوم قبل ما نختم حلقتنا إذن كاريكاتور صحيفة النهار ومنشوف كاريكاتور نداء الوطن للإيخوري طبعا من قضية الكحالي ومع هيدا الكاريكاتور منكون وصلنا لنهية حلقتنا موعدنا بيتجدد صباح الأثنين وهلأ بتلاقيكم الزميلة نادينة كفوري بنشرة الساعة 8 إلى اللقاء اشتركوا في القناة